اذا هذه صور خاصة بقناة الغد من تول كرم يبدو اننا امام تطور ما رائد الشريف مراسل غد في تول كرم ما الذي يدور عندك رائد في تول كرم ونور شمس بعد اقتحام وعملية عسكرة دامت لي وددا هنا في مخيم نور شمس دمار كبير نشاهده الان على الهواء مباشرة محمد سنبدأ معكم من هذا المكان سنصور كل ما حدث في هذه المنطقة وتحديدا عند المدخل الرئيسي لمخيم نور شمس بدأ الناس بالعودة الى منازلهم في هذه الاثناء نلاحظ هنا كيف دمرت الجيش احتلال الاسرائيلي هذه المنطقة وكيف كذلك هدمت اجزاء من منزل لاحدى العائلات في مخيم نور شمس وحتى ان السيارة مدمرة بكل تأكيد في المنطقة كذلك المقابلة هناك دمر كبير ايضا هنا نتابع ونشاهد هذا الدمار الذي احدثته قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس كيف هدمت اجزاء من المحلات التجارية وايضا المنازل قامت قوات الاحتلال بوضع اكوام من الاتربة في تلك المنطقة التي نتابعها الان على الهواء مباشرة ودمرت كذلك هذه المنطقة لنشاهدها بفعل وجود جرفات الاحتلال خلال الساعات الماضية الصور معكم واضحة نعم محمد المنطقة منكوبة دمار كبير ومديد احدثته جرفات جيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة وهدمت كما ذكرت اجزاء من مبان ومحلات تجارية نحن نترجل باتجاه المدخل الرئيسي او حتى باتجاه المنطقة المنشية فقط شاهد هذه الصورة لعملية الدمار الكبير هذه واحدة او هذا الزقاق من ازقة المخيم نشاهد كيف جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر هذه المنطقة بالكامل واحدث دمارا وخرابا شديدا حقيقة كما نشاهد ونرى في هذه الاثناء هناك بعض الظلام رائد اذا امكنك ان تشرح لنا لا نستطيع ان نستوثق من الامر بالكاميرا يعني حقيقة هناك كثير من الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ساحاول الدخول في هذا الزقاق وبعد ذلك لمنطقة الساحة في المخيم لكي نشاهد عملية الدمار الكبيرة التي احدثتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة بشكل عام محمد قطع الاتصال ارجو العودة وسواصل حديثي معكم في هذه الاثناء هذا جزء يعني من الدمار الذي احدثته قوات الاحتلال وهذه عائلة فلسطينية يقومون في هذه الاثناء بازالة الدمار كما هو واضح وايضا هذا دمار اخر شاهد كيف تحولت هذه المنازل وهذه الزقاق بفعل جيش الاحتلال الاسرائيلي وكذلك الجرفات التي دخلت الى هذه المنطقة نتابع معكم على الهواء مباشرة نعم تسمعني الان رائد نعم سنستكمل طريقنا الان انت الان تسمعني رائد ونحاول يعني التعرف اكثر على حجم الدمار الذي احدثته قوات الاحتلال في هذه المنطقة كذلك يعني بعض المواسير المياه في هذه المنطقة المواسير البلاستيكية وكذلك الحديدية حيث الدمار الشديد الذي شاهده على الهواء مباشرة بعد عملية استمرت لاكثر من 40 ساعة تقريبا نتحدث عن 46 ساعة انسحب قبل قليل جيش الاحتلال الاسرائيلي من هذا المكان شاهد هذا الدمار هذا دمار كبير احدثه جيش الاحتلال الاسرائيلي في المخيم اكوام من الاتربة وكأن الاحتلال ينتقم فعلا منها على العائلات الفلسطينية شاهد كيف تحولت يعني هذا مدخل احد المحلات التجارية تم اغلاقه بالكامل وتم تدميره بالكامل بفعل هذه الجرفات نعم الان يتفقدون منازلهم احوالهم وكذلك محلاتهم التجارية بعد حالة نعم للأسف يتقطع الصوت رائد يعني الان تسمعني الان تسمعني بسبب ربما اسمعك محاولة طيب فقط فقط يعني اصبح لي ان اوضح اكثر من نقطة اولا ما تقوم به الان يعني ان الجيش الاسرائيلي انسحب اه تماما من هذه المنطقة من مدينة تول كرم ربما نستطيع ان نقول انتهت العملية العسكرية الكبيرة التي اطلق عليها جيش اسرائيل اه اسم المخيمات الصيفية اه واطلقت عليها فصائل مقاومة بالمناسبة معركة المخيمات انتهت هذه العملية اذا بعد ست واربعين ساعة ارجو ان تحدد لنا اين انت تحديدا عند مخيم نور شمس اما عند تول كرم جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يعلن عن انتهاء عملياته العسكرية في مدينة تول كرم ومخيماتها ولكن الناس اتصلوا باقربائهم الذين اترجوا من المخيم اتصلوا باقربائهم وتحدثوا انه لا يوجد وجود جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس دخلت خيارات الاستعاف ولم تجد ايا من جنوب الاحتلال وبالفعل كانت هناك الياق قد غادرت على دفعات لكن هذا كان بالنسبة لنا غير واضح حقيقة لان جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يبلغ عن انتهاء العملية العسكرية وهي ما اطلق عليها اسم المخيمات الصيفية نعم ولكن صدنا بحجم الدمار الذي خلفته الجرافات الاسرائيلية في هذه المنطقة تحديدا حيث نتابع معكم على الهواء مباشرة وربما هناك حارات تم تبهيرها بشكل اكبر مثل حارة المنشية في مخيمة نور شمس حيث نلاحظ معكم على الهواء مباشرة إذا كانت صورة محمد نعم الصورة واضحة الآن فضل نعم نعم هذا حجم دمار سبيل مشاهد كيف يعني ترك جيش الاحتلال الاسرائي مخيم نور شمس أعلم تماما أن الضمان الداني يخيم على المخيم بسبب انقطاع سيار الكهرباء في المناطق عديدة ومختلفة لكن لك أن تشاهد كيف تحولك هذه الشوارع المتطمدة هذه الشوارع في مخيم نور شمس إلى دمار وإلى منطقة منكوبة وأكوام الأتربة كذلك موجودة في كل مكان لا يوجد هناك جزء من أي محل تجاري أو منزل على الشارع إلا تم تدميره يعني مثلا هذا مثال هذا مثال أحد المطاعم في مخيم في مخيم نور شمس تم هدم الجدار الخاص به نعم هذه ما تعرف بسقيفة أو عريشة تم تدميرها كذلك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أقول لا يوجد شيء في المخيم على الشارع الرئيسي إلا تم تدميره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا أكبر مثال على ذلك يعني على يمين الكاميرا على يسار الكاميرا نحن 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 دمار واسع سأواصل محمد يعني معكم المسير حتى نصل إلى منطقة المنشية وإلى حارة المنشية طول كم وذلك في المخيم لمتابعة آخر طبعا المسجدات والصورة التي خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم بشكل واضح حيث هذا الدمار يعاين نعم الخاصة على ما يبدو هذا أحد المطاعم حسب ما يظهر في السورة هذا دمار آخر الشوائع طلبت رأسا على عقب المحلات التجارية المنازل دخلت جرفات الاحتلال في البداية وجرفت مساحات وافعة للمخيم النورشن وذلك بدعوة إزالة العبوات الناسفة شديدة في الانتجارة التي تعيه عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتؤدي شلاء وكذلك إلى فصلة في السورة للشلال الإسرائيلي ولكن مارس الاحتلال هويتهم انتقامية حقيقة من منازل الاحتلاليين ومن محلات كما شاهدنا على الهواء مباشرة وما وما زلنا نحن وإياكم نشاهد عملية يعني الخراب والدمار التي أحدثت حقيقة في اليوم ماضيين عندما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المدينة وأعلن عن عملية عسكرية هذا مثال آخر فقط هنا يعني نلاحظ ونتابع هذه الصور المباشرة كيف جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المحلات والمنازل بشكل واضح يعني تبدو أمامكم وإن تقطعت الصورة أعلم تماما بسبب ضعف الإشارة وهذا يعود محمد إذا كنت تسمعوني نعم إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مخيم نور شمس انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مخيم نور شمس والسبب في ذلك يعني فقط سأطلب من المصور أن يصور مثلا هذا الكابل نعم الخاص بالكهرباء كيف وقع على الأرض بسبب عمليات التدمير هذا واضح تماما أمامكم وهذا جزء من المخيم حقيقة نحن تقريبا يعني نقترب من أحياء أخرى وسأحاول الوصول إلى حارة المنشية لمعرفة ما جرى هناك حيث كان يعني إعلان أكثر من مرة بأنه تم استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أحدث دمارا في تلك الحارة كباقي الحارات في مخيم نور شمس كما هو واضح على الهواء مباشرة مسافة طويلة محمد يعني مشينا أكثر من كيلو ونور ونحن على الهواء مباشرة ونشاهد هذا الدمار المواطنون الفلسطينيون معظمهم لم يتركوا منازلهم كان شهود عيان تحدثوا في بداية الاقتحام أن الاحتلال طلب من بعضهم مغادرة المخيم وبقيت عائلات بنسبة كبيرة داخل عندما يقع الاقتحام تكون هناك بعض العائلات خارج المخيم وهذا يؤدي طبعا إلى عدم يعني تمكن هذه العالم طيب حتى تلتقد أنفاسك بعض الشيء رائد يعني أدعوك إلى التقاط أنفاسك فقط يعني نوضح لمن انضم للتو إلى شاشة الغد هذه الصور تأتينا مباشرة من مدخل مخيم نور شمس بمدينة تول كرم معلوم أن قوات الجيش الإسرائيلية أقدمت على عملية عسكرية هي الأكبر منذ أكثر من 22 عاما في مدن شمال الضفة قبل قليل زميلنا رائد الشريف مراسل الغد في تول كرم أفادنا بأنه فجأة غابت سيارات جيش الاحتلال فجأة اتصل الأهالي بعضهم ببعض يبلغ النازحين بالعودة الآن هذه العودة على الهواء الآن العائد إلى مخيم نور شمس بعد أكثر من 46 ساعة سيجد ما هو على الهواء الآن أكمل رائد لو تكرمت بكل تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن بشكل رسمي عن انسحابه من مخيم نور شمس وطول كرم ولكن بعد اتصالات عديدة أجريت تبين أن الاحتلال انسحب من المخيم وبدأ المواطنون بالعودة إلى منازلهم وبدأ الناس كذلك بالتوجه إلى مخيم نور شمس وذلك للاطمئنان على أقربائهم وعلى عائلاتهم المواجدة وكذلك بدأت الطواقم الصحفية بالدخول إلى المخيم بعد عملية الدمار والحصار التي استمرت كما ذكرت ليومين متتاليين وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية عسكرية ولكن ما شاهدناه عند دخولنا إلى المخيم فعلا الصورة تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى وصف من يعني خلال هذه الرسالة وإنما نحن نصور ونتابع وحقيقة دمار كبير لا يوجد أي جزء أي شارع أي حارة في مخيم نور شمس إلا وتم تدميرها بشكل كبير كما هو واضح أمامكم على الهواء مباشرة حيث نتابع هذه الصور المباشرة ونحن في طريقنا طبعا إلى بالمناسبة رائع فقط بالمناسبة يعني أرجو أن توضح لنا من سيقوم بإعادة بناء ما دمر هذه البناء التحتية التي دمرت هذه الكهرباء التي سقطت يعني كوابلها كما أظهرت لنا وأسلاكها الرئيسية هذه الطرق التي كانت معبدة وصارت الآن غير صالحة لسير المركبات من سيقوم بدفع التكلفة من سينفذ إعادة تأهيل هذه البناء التحتية حقيقة هذه مسألة صعبة لأن عملية الدمار مستمرة في كل المخيمات الفلسطينية في شمال أضفة الغربية في جينين وكذلك في طول كرم وفي مخيم نور شمس ولكن تعمل اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية دائما على إعادة ترتيب أمورها بالنسبة لعودة طبعا الشوارع لطبيعتها ولكن مرة أخرى ألفت انتباهك وانتباه السادة المشاهدين بأنه لا يتم إعادة سفلة الطريق مرة أخرى لأن الخدمات الشعبية المواطنين يعلمون المواطنين إلى هذه الأماكن لكي يقوم بتدميرها أترككم محمد مع هذه الصور التي تظهر أيضا دمارا كبيرا في هذه المواطنين هذا يعني مخزن وسقيفة تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة نواصل معا سيرنا عبر كاميرا قناة الغد بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي كما يبدو واضحا في هذه المنطقة وكلما سرنا أكثر نتفاجأ أكثر بحجم الدمار طيب طيب يبدو بالفعل أن الدمار يعني يعني بالفعل واضح أمام الكاميرا دمار هائل في مخيم نور شامس رصده لنا الزميل رائد الشريف مراسل الغد في تول كارم وبالتأكيد رائد سنعود إليك كلما كان لديك أي مستحدث وأي جديد